ما إن تناهت إلى أسمعهم أصوات منكوبي الزلزال في الشمال السوري عبر ما حملته وسائل الإعلام من أنباء ومقاطع مصورة حتى هبأ أهالي محافظة واسد جنوب العراق لتنظيم حملة كبرى للتبرع بهدف جمع أكبر كمية من المواد الغذائية والملابس والبطانيات وغيرها من مواد المساعدة الإنسانية رسالة حب وإنسانية وتضامن مع الشعب السوري المظلوم وهذا شيء طبيعي وهذا يمكن فالشيء بسيط وإحنا معرفين به كشعب عراقي ممتازين بالكرم والغيرة والنخوة اتجاه أين كان يعني حتى معدانا فكيف بالشعب السوري اللي ننتمين بالإنسانية الشعب اللي هو العراقيين ونصرهم ودعمهم هذا الشعب اللي ينظلم من أعتى ظالم وديكتاتور اللي هو بشار الأسد مشاهد الدمار والموت القادمة من الجنوب التركي والشمال السوري حركت ضمائر العراقيين في محافظة واسط فنظموا حملتهم منطلقين من مبدأ الأخوة في الإنسانية والدين وإغاثة الملهوف الشعب السوري المظلوم جاي مر بأزمة يعني لا عدهم مسكن أول شيء قاعدين بالخيم ما عدهم مسكن ما عدهم معونات أهل واسط أهل واسط أهل واسط أهل خير أهل كرم أهل نخوة فزعتكم والأخوانكم السوريين مثل ما قالت لا يكرمين مننا أخوة أنت اليوم هم ما يحتاجوك بعد شراء حم تحتاجهم حملة تبرعات أهالي واسط شارك بها مواطنون من كافة المكونات المجتمعية في المحافظة دون تمييز ومن شباب متظاهري ثورة تشرين ليؤكد الشعب العراقي على معدنه الأصيل في إغاثة الأشقاء السوريين من منكوب الزلزال